بقوة وإصرار تمسك هذه الفتاة بمقاوة سيارتها بإحكام تضغط على دواسة الوقود لتنطلق سيارتها في دوائر عشوائية نور بن ضياء وهي مهندسة معمرية وقعت في حب سباق الانجراف أو الدرافت في عام 2019 عندما شاهدت سباقا عن طريق الصدفة لكن الطريقة أمام نور لم يكن سهلا إذ كان عليها مواجهة الصور النمطية والاستنكار من الأصدقاء والحائلة المرأة متعارش تسوق تحب ولا تكره في تونس في الوطن العربي في العالم الكل موجودة معني مش حكرة على تونس كهو حتى رتوا هنا ساعات يقولوني كيفيش مرأة قادة تسوق ديما الدهشة هذيك تتعاوض بنفس المنظر في كل مرة عبدا نقولوا وراني نلعب ولا يشوفني في الميديا تتدرب نور حاليا على أول مسابقة دولية لها وستكون أول تونسية تشارك في هذا الحدث سباق الانجراف هو رياضة يقوم فيها السائق بالانعطاف بسيارته عن عمد مع الحفاظ على السيطرة عليها في الأولة الأخيرة أسست نور مع بعض صديقاتها ناديا لسباق الإنجراف للنساء فقط أطلقنا علي ديسينت ديفا ويضم ثماني عضوات فقط ثلاث من مصر وخمس من تونس هدفهن هو تجيع الشبات على أن يصبحنا سائقات محترفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر